موسيقى فيه السؤال بيقول كده سلام يا ابي انا عندي 26 سنة وعندي مشكلة ان في كل مرحلة عديت بيها في وقت دراستي كان بيبع عندي صحاب كتير وربنا كان بيديني نعمة في عينهم فكانوا بيحبوني ومعظمهم ما كانوش من ولاد الكنيسة ولكن من ولاد العالم المهم ان بعد كل مرحلة لما كانت بتخلص كنت بحب أبعد عن الصحاب دول وكانت النتيجة ان قطعت صدقات كثيرين قوي في حياتي ولما كنت بسأل نفسي او انا ليه بعمل كده كنت ببرى لنفسي واقول لانه هما دول مجلس المستهزئين اللي المزمور كان بيكلم عنهم وبصراحة ده ما كانش كزي لان معاهم كنا بنعمل كل حاجة غلط من ايدانة ونميمة وحاجات كتير بس لو كان ده السبب الحقيق ما كنتش تشككت من اني ابعد عنهم بس انا بحس ان السبب الرئيسي هو سبب شخصي اني ما بحبش يكون عندي ناس قريبة قوي مني في دائرة الصغيرة كل يوم مكالمات وكل يوم مقابلات وكل يوم شاد بحسهم كسرين خصوصيتي انا مش بحب ده ولما باجي على نفسي وارضيهم بحس ان انا بنافقهم طول الوقت وعملت حك والشوف وانا مش مرتاح ولما بقطع معهم دايما بحس بتانيب الضمير واقول اكيد بيقولوا علي اني يعني قلش تيمة كده وخصوصا انا قطعت مع اصحاب كتير قوي فطول الوقت بفكر اني في نظر كل الناس دي اني مش جدع عايز ارشاد خلي بالك من الواضح ان في بعضين لقراره بانه ينفصل عن اصحابه في بعض الاول وده المقبول انه حاسم اصحابه بيبعدوه عن ربنا والحال كتاب يقول كده يقول المساير الحكماء يكون ايه حكيما اما رفيق الجهال يضر يعني كتاب المقدس يشجعنا ان احنا نبعد عن الجهال مين هم الجهال يقول قال الجاهل في قلبه ليس اله يعني اللي مش بيغضى على ربنا وتعاليم ربنا هيعمل لنا مشكلة وياما ناس ادمانت حاجات او وقعت تحت ضغط خطايا معينة بسبب مين اصحابهم عشان كده يشوع ابن السراخ يقول ايه في منتهى الاهمية يقول الصديق الامين معقل حصين من وجده فقد وجد كنزا بص تعبير ده الصديق الامين ايه معقل يعني معقل عارفين يعني معقل يعني زي كده مكان الواحد يستخبى فيه يقول لك الصديق يعني قبل الطريق او الرفيق قبل الطريق دي نقطة مهمة فالصداقة امر مهم وشوفنا ناس كتير شجعوا بعض زي الانباب شوي والانباب قولة طموهي كانوا اصدقاء وشجعوا بعض زي ماكسيموس ودومدوزو كانوا اصدقاء واخوات وشجعوا بعض فلا انا عايز اقوله طبعا واحنا بنختار اصحاب خصوصا ما عرف بالنا ان هما هيكملوا معانا لازم بصورة او باخرى مش بس انه ما يعطلنيش في علاقتي بربنا لكن كمان يشجعني عليها لكن هو هنا بيتكلم على نقطة تانية انه هو بيشعر ساعات انه الناس دي بتقرب منه ومش محطو مش محطو طلع حدود والحقيقة طبعا الناس في العالم هتعمل كده يعني اي حد في العالم لما تيجي تقول له حط حدود غالبا ايه اصد الحدود دي يا جماعة موجودة في الكتاب المقدس وانه كل ا Владامي تحل لي لكن ليست كل الاشياء توافق كل اشياء تحلي لي لكن ليست كل الاشياء تبني كل اشياء تحلي لي لكن لا يتصلط على الشيء كلام dari كله موجود فين في الكتاب المقدس فلا مايبقى לקدامي مش فاهم ومش مهتم مش مركز في الكلام ده طبعا ما عندوش حدود وده طبعا هيأثر فيه بصوا عشان بس نبقى متفقين انا عشان أشوف الصليف كويس عايزك وتبصوا على المنظر ده. بصوا كده الصليبه هو شايفينه طول ما نبيني ما بينه مسافة معقولة هشوفه كويس فقدر قيمه مناسب لي ولا لا وقدر ما استعجلش ان انا قربه او لا لكن لو انا مقربه قوي مش هشوفه ولو انا بعده خالص مش هشوف يعني انا نصيحة حتى لو انت شخصية هدية ومش اجتماعية مش عايز تكون صداقات كتير تأنى في اختيار الناس اللي حواليك وخد واحدة واحدة في انك تقرب منه جايز تلاقي منهم ناس يشجعوك على ربنا وما يدركش مش كل الدنيا اللي حواليك ناس بعيد عن ربنا او ناس مش مهتمية بربنا لا فيه ناس على اقل بتحاول لكن برضو حتى وانت بتختار خد وقتك عشان لما تختار حد تقول ده قريب مني ودائرة هتبقى قريبة مني ما نبقاش بقعين في المشاكل بتاعت اصليبونا بيقتحم خصصياتي اصليبونا مش بيحط حدود الى اخر وبالتالي اولا نصلي ثانيا بلاش فكرة ان انا مش عايز اتعامل مع ولا حد دي حتى لو انت شخصية هادية نحاول شخصية الهدية ممكن يبقى عنده صديقين ثلاثة ماشي لكن لوحده خالص لا الفكرة دي الحقيقة ممكن تعمل لنا ايه مشكلة وانت مع الوقت يجي لك نوع من انواع يسموها يعني يعني صعبان عليه نفسه ان انا مع الوقت حاسس بان انا ايه باننا في الحقيقة يعني محدش معبرني ومحاش حاسبيه عشان كده انا بقول لك صلي ان ربنا يديك حكمة وقرب سنة سنة من ناس نقدر نقول ان هما ايه هيساعدون او يشجعون وخلي الوقت والصلاة تقيم اذا كان نازية نقدر منها او مش هنكمل معه ناخد سؤال ثالث اخير وبعدين نخد بكلمة بتاعت.